في ثمانية وثمانين من اللي قرر الحسن الثاني انه غدي يخلق لهيئة استشارية لحق الإنسان كنا يالله كان نعوده نحييو الجمعية المغربية لحق الإنسان وجاء اتصال دي المستشار ملكي بالرئيس دي الجمعية كيقول له رحنا كنس تدعوكم انكم تشاركوا في هذا المجلس غدي تعطيونا ثلاثة دي السميات وغادي يختار من هالماليك الاسم اللي غادي ايوان وكانت عندنا لجنة إدارية دي الجمعية فيها واحد الخمسة وثلاثين دي الناس اجتمعنا من أجل نقاش الموضوع في الدار ديال سي عبد الرحمن بنعمر الله يذكره بخير وكان عندنا نقاش للأغلبية الساحقة يقول لك اودي هادشي لا يورجع منه خير الدولة اللي بغت تصلح الأمور رح بإمكان هالناس الحامة محتجاش هي أديل التداول والتشاور وراه غادي وقعت توريط ديالنا وغادي يوسخون وكنت أنا وأمين عبد الحميد هم الوحيدين اللي دافعنا إلى هذا الحد أوداك على المبدأ ديال المشاركة كنقوله إحنا ما منحقناش أنه النظام كيقول لك أنا بغي نصلح الأمور ما نشوش نقوله إذا بغيت تصلح هاشنو كيقصو يصلح وجاوبني أحد الأعضاء ديال لجنة قال لي شوفا او اي انا كنت في التدخلات ديالي كنقول اودي كيقصنا تكون عندنا المسؤولية ديال الحضور والمسؤولية ديال القول إلا دارت وقالت شي حاجة اللي ما اللي ما ما ترضيناش وقالت هناك يخصنا نكونوا قادين نردخوا الباب جاوبني واحد من الأعضاء ديال لجنة قال لي لجنة إدارية الجمعية قال لي شوفا فؤاد أنا بعدها إلا دارتوني تمك وإلا الحسن الثاني قال شي كلام اللي ما يمكن ليش نقبلوه من ناحية المبدئية راه واللهي ما نقض النظر دخل بها في النهاية رفضات الجمعية أنها تشارك ودار الافتتاح ديال المجلسي شريع حق الإنسان بلا بيها من بعد مكان المستشارين الملكيين ثلاثة تصلوا بالحقيق يقولوا راكم كتوضعوا نفسكم خارج القانون وكتهدوا المصير ديالكم يعني كانت تهديدات بشعة الجمعية والأطر ديالها قال في أول خطاب لفتتاح الحسن الثاني كيقول لهم أنا جمعتكم هنا باش تقولوا العالم بأن فيلم غريب ما كانش معتقالي سياسي اللي معتقال لأنه يتكلم عن قناعات دينية أو فكرية خارج المعتقد ديالنا الإسلامي السني المالكي كذا أراه هذا ماشي معتقال سياسي هذا هرطيق اللي بغي يتكلم على الحدود الوطنية خارج ما حددناه من صحراء وكذا هذا ماشي معتقال سياسي هذا خائن للوطن واللي كي يبغي إيجاد في الملكيه ديالنا هذا ماشي معتقال سياسي هذا خارج عن إجماع الأمة إذن كنشوف وكنتصور شكل اللي كنا قد ننصيف لهذا المجلس وكنقول الحمد لله اللي ما حضرتش جمعية في تأسيس دياله لأن ما كانش هيئة ديال حقوق الإنسان كان هيئة ديال إيهانة حقوق الإنسان بشكل مقيت جداً ترجمة نانسي قنقر